السلام عليكم. كنت منكم تكونوا كلكم بخير والاخير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم حلوة الكريم. الكريمة بلات الراب. غادي نخدمها معكم وكي ما تلاحظو كاد شي ماشي غرائعة. والكيك بجوج بيضات فقط هي بلات الراب والكاد جير طباوز وينة بلما نعود لكم. تتشوفوا ان شاء الله الفيديو. غادي نبدأوا ان شاء الله في المقادير وطريقة تحضير. هاتنا واحد الكاس ديال ياغورت ديال الفراولة. اللي وضعتوا في هاد الانية هو الاول من وزن مية وعشرة جرام. وعدنا واحد القرصة ديال الملحة. كاس ديال السكر نائم من حبيبات او لسانيدة. ساشي ديال الفانيلا. عدنا جوج بيضات من الاحسن يكونوا كبارة. أستسمح. آآ 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 واحد كاس تقريبا نس كاس فيت شوية يعني كاس طراب اليدوي طراب اليدوي طراب اليدوي طراب اليدوي الزيت مزيان ما تخليوش الزيت يبقى الفوق او لا الساندة او لا السكار يبقى يعني دايرت ملتحت محبب خصو يدوب مزيان وعدنا تقريبا واحد جوج خمارات بالنسبة بالنسبة اللي بغى يدير جوج خمارات ونص يمكن لكم تديروها باش يطلع لكم مزيان مهم جوج خمارات كل وحدة فيها 8 جرام بجوج بهم 16 جرام تقدرو تديرو المهم الوصفة الأصلية فيها جوج خمارات ونص وعدنا كاس ونص ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات كننخلو الكل جيدا وكنعودو نخدموه بالطراب اللي يدوي كيما كتلاحظو يعني العملية سهلة سهلة وبزاف والحاجة المهمة دايما الكاس لياغورت يكون آآ مخرج من تلاجة من قبل والبيضات هوا ما كذلك عدي هاد المول اللي كان نفرش فيه الورق ديال الطبخ وكان دير ليه من جناب ديالو الورق ديال الطبخ باش يلسق كان دير ليه شوية ديال الزبدة وتقدرو تدهنو كله بالزبدة وترشو عليه شوية ديال الطحين بالنسبة للقطر ديالو البنات ستنين وعشرين سانسين آآ بالنسبة للحرارة ديال الفران كتبقى الحرارة على حسب كل واحدة الفران دياله حيث كين الحرارة وخان قولها لكم كيكون الفران كيكون بارد بزاف وكين اللي سخون المهم انا جربت جوج فرارا ديال الطبخ واحد آآ يعني آآ بارد كان ديليه مئة وثمانين هادا كان ديليها مئة وخمسين البنات كان خليها تقريبا واحد خمسة وثلاثين دقيقة تلا ربعين دقيقة طلع مزيان بحال اليوم انا رماش علش الفوق نهائيا خليتها تكت حمرت لي من الفوق بالنسبة لكم تقدرو تطيب لكم وتحسوها بانها طابت وتشعلوا اليها شوية الفوق وصافي هيا وجدات كيما كتلاحظو راجات عالية بجوج بيضات والقطر ديال المول 22 سنتيم يعني رام زيانة وارتبرت بزاف صافي غادي نبدو ان شاء الله في الكريمة اللي سهيا بلا طراب حطيت طراب قدامي والله العلي العظيم وانا نفكر في كون قدت والله يمندير وغادي نحيدو ان شاء الله عدنا جوج كيسان ديال ياغورت ديال الفلون وغادي نبدأ درت الخنيشة ديال شونتي من وزن مئة جرام وهدك الكاس ديال ياغورت كان عمرو بالحلي بيكون بارد بارد نزيان وبالنسبة لياغورت او وارا درتو في المجميد واحد خمسة دقيق فقط وجبتو وكان بقى ندير بشوية بشوية وكان شوف الكتفة اللي بغيت بالنسبة اللي بنات اللي غايقولوا لي باش غادي نعوض هاد الياغورت بلا ما تديروه وديرو كاس نقود ديال الحليب يكون بارد بارد مزيان كاس العنبا كان بقى وكان خلطو مزيان مزيان رافي هاد تخلط شوية وكان ضيف الحليب بشوية 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 بش نشوف ديك الكاتفة ديال هاد الكريمة ده بصافي بنتليا راهية هاديك ما غا نبقاش نزيد الحليب كيما لاحظو ما كتطيح كتبقى واقفة شادة زوينة وخلاص لادرناها فالتلاجة كتشد مزيان كندوزو الكيك من بعد ما خليسها انا تقدرو تخلي وغاف دك النهار وتقسموها عادي غاهية انا وجيتها في الليل الصباح عا باش كملت المونتاج ديالها كان نقطع على الجوش سهلة في تقطع ويمكن لكم لو بيتو تخليوها بالنسبة لهاد الكيك ما غا جيس نسقيها نهائيا لانها رطبة صافي كان نجيب الكريمة كان دير واحد الكرتونة او لا ديرو تبصيل او للي عندكم راماشي بدرورة ناخدو شي حاجة ونشريوها كان دير الكريمة في هاد جيب ديال الحلواني وكان دور تقدرو تديرو بلاستيك تهيار كتنفع بعد النوبات كان دير بلا هاد سميزو جيب الحلواني صافي كان ندور كان سرح السطح ديالها وكان جيب طبقة تانية وكان وضعات قدرو تديرو ثلاثة الطبقات راجيكم من ذاك الشرفة انا بغيت نديرها ساهلة وفي المتناول ما غادي تجي اصلا زوينة بلا ما نحتاجون ديرو ثلاثة الطبقات هي زوينة ساهلة ببسيطة ما فيها ما يتعيب زع ما صراحة صراحة غادي تجربوها وغادي ترطع لي ان شاء الله الخبار بالنسبة الكريمة البناتي لا بغيتو ما بغيتوش تديرو الياغورت تديرو كاس ديال الحليب يكون بارد مزيان وغادي تخلطوها بلا طراب كأنا كان قولها وكان عودها حتى انا كنا مش حال هادي كنا كان خلطوها بطراب اليدوي هي كتخدمي شي شوية ولكن ماشي مشكلة را كتخدميها را ما ما كينش مشكل را سهلة ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة الحاجة اللي بغيناها را لابدا نديروها نديرو في راسنا را غادي نخدموها وغادي تشيء مزيانة صافي كان قادل لي هاد الحلوة ديالي بلي كين عندكم بسكين باش ما كان غادي نقادها وعندي هاد الاادات انا دايمن وما كان ستعملها قاع انا دابت فكرتها وجبتها هي رازوينة بزاف ولكن لي مم ملفشي حجرة مم ملفاش صراحة صافي كان قادل السطح ديالي هم زيان ومقادل صافي كان دير ديقلوريا داس كي ما بحلات الشكل اللي كتشوفو كتجي ما شي غا زوينة فوت زوينة سيش حاجة شوفو الكريمة كيف ديرا الروعة الروعة صافي هاد لقيتها كان ناخد شوية ديالشوكلاة غادي اما تنجروه بالموس هاكا او لاجيب واحد حكاكا وغادي تحقوه ماشي تحقوه غادي نوريكم هانتم هاكا دفعو دفعو ماشي تديوها بالزربة باش كيخر شوية غلاد وبالنسبة لهات الشوكولات مني تحقوه وتالي وغرب له من الاحسن غرب له كان جيب هاد زين اختياري كان دير شوكولات ديالي من الجنب وبالنسبة لشوكولات غرب له هالبناس باش ما يبقاش لكم دك اه الغبرة ديالشوكولات انا ما غربلتوش ولكن في الاخير غربلتو باش غادي نزيي الفوق وبالنسبة الزين تقدروا تخليوه هاكا انا راي عجباتني هاكا غاولي داتي كيبغوش شوكولات دك الشي علاج زين توليهم مش شوكولات وبالصحة والراحة الى اعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من دعواتكم وقوموا اللي لايك والبارتاج وكنسنا تطبيقاتكم عبر الفيسبوك والانستغرام واللي بقي ما مابونيش مرحبا والف مرحبا باش تكبر العائلة في انستغرام غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في اول تعليق ان شاء الله غادي نقطع عليكم باش شوفوا هارا ماشي غرائعة وجاته شيشة وزوينة وبنينا ودك ليا غورت ديال الفاني ماشي الفاني ديال الفراولة را را اع لبنات جربوه وردو لي الخبار اه في تعليق ديالكم غادي نقطع عليكم باش شوفوا ها من الداخل كي جات هانتوما غالموس شوفوه كي تيدير را طوب يعني الحاجة كتبان من تقطيع ربان نهار طبا بلا ما نسقيوها بلا ما نحتاجون دلولات تشي حاجة او بصحتكم او براحتكم تستاهلوا كل خير هاتش الشي كله على ودكم الحاجة اللي بغيتوها مرحبا والف مرحبا معانتوما شي حاجة ليه يزوينة بزعف يا الله خليت لكم راحة استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله تبارك الله عليكم اشتركوا في القناة